في وسط مدينة الزوالات يتربع المركز الصحي بالمدينة يقدم المركز خدمات صحية متعددة تتركز بالأساس في مجال ترقية صحة الأمومة والطفولة علاوة على تقديم العلاجات اللازمة لبعض الأمراض كما تعلمون المركز الصحي سائر المراكز الصحية المستواطنية هي أساساً خدمات الوقائية وهذا الطابع مولي مجاني أساساً متكفل به الدولة 100% ما يخص الخدمات مولي ثانية فماذا برنامج ترقيح الموسع اللي هو مجاني مولي يستفاد من الطفل من الصفر إلى 11 صار وتكامل فيها ذاك الزهد والترقيح الدوري اللي عادةً يرفع من مناعة الطفل واللي يوقيف من هذه الأمراض اللي تحمي منها اللقاح ويكتسب منع ضد هذه الأمراض اللي عادةً تفتك بها الأطفال في هذا السن التكلفة الجزافية للنساء الحوامل التي باتت مطبقة في عموم مناطق البلاد توفر بالمركز بشكل دائم للنساء الراغبات في التسجيل ضمن هذه الخدمة نقدم مولي خدمات الاستشارات الخارجية ما يعرف محلية بكونسلتاسيون عند الأطفال وعند النساء مولي وعند الأشخاص البالقين طبعاً وبالإضافة إلى مولي هناك هي مصلحة الولادة داوم 24 على 24 في الأسبوع بالإضافة إلى تعريف الجزافية للنساء الحوامل يستفادوا من النساء الحوامل طبعاً بذناء الحامل وما بعد الحامل بشهرين ويستفادوا من الأزوية بالإضافة إلى الفحوصات هذا كامل مجاني هنا في المركز الصحي وضماناً للعناية بفئة الأطفال فإن المركز يوفر خدمات التلقيح وقسم لتقذية الأطفال ومتابعة حالتهم الصحية حتى يصلوا للوزن الصحي المطلوب عندنا عدة خدمات نقدمها من ضمنها خدمة التقذية نتوقفين بشير من عند سيموة من عند ستة شهر وعند سينكا سيموة فرتيت سيموة سينكا نتوقفين فيه نقود عنده بسوء التقذية سوء يتوقف فيه المركز يتابعوا نهي الحق بالي يلا يوخوا بها ونطلصوه مع خدماته كاملة معه التقذية حتى المكملات العادة يحتاج إلى الفيتامين نعطوهم له خدمات المركز الصحي بزوارات تجسد الأدوار الأساسية للمراكز الصحية وإسهامها في تخفيف الضغط على المستويات الصحية الأكبر لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة زهرات